الحمد لله صلى الله عليه وآله وسلم بلغ رسالة وأدى الأمان ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في النار أعادنا الله وإياكم من النار نتكلم اليوم بمشيء نحصن بيوتنا من الجن والشيطان والعين كيف نحصن البيت من الجن والشيطان وقد جاء هذا مبيناً في السنة المطهرة تبييناً قلت وقد جاء هذا مبيناً في السنة المطهرة تبييناً واضحاً لا إشكال فيه من طرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن للأسف الشديد ما نراه الآن عند الكثير من المعالجين نجدهم يذهبون بالمرضى إلى جهة الشيطان يوجهونهم إلى التحصن بأشياء يحبها الشيطان بل تزيده تسلطاً وتزيده رسوخاً وتزيده تمسكاً بذلك البيت لأنهم لا يعتمدون على التحصن لا بالكتاب أي القرآن الكريم ولا بالسنة المطهرة من أذكار وأدعية مع أن العلماء كلهم يذهبون إلى هذا المنهج القويم والسراط المستقيم وحبل الله المتين ألا وهو العلاج بالقرآن الكريم وبالأذكار وبالأدعية لكن للتحصن من الشيطان الرجيم يجب أن نعرف أمراً جيداً لكي يكون هذا التحصن له مفعول وله فائدة فالإنسان يتحصن بآية من القرآن الكريم أو بذكر من الأذكار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بدعاء من الأدعية هذه الأمور لها شروط يجب أن تتوفر فيها شروط وتنتفي عنها موانع لكي تكون مؤثرة أما أنه يقولها ويقرأها ويسردها وكأنه يقرأ جريدة أو يقرأ خبراً أو يقرأ مقالاً أو يقرأ كلاماً من أي كتاب كان بدون شروط متوفرة أو موانع اشتنبت فهذا لا تأثير له ولا يكون حصناً حسين من الشيطان الرجيم فقبل أن نتكلم عن هذا الحسن يجب أن نبين أمر مهم جداً لكي يكون لهذا الحسن تأثير ومفعول وهذا الأمر قد تكلم عنه الإمام ابن القيم ابن الجوزية رحمه الله في كتابه الماتع الداء والدواء فقال حاولوا أن تسمعوا وتفهموا وتركزوا في قول هذا الإمام الهمام ابن القيم رحمه الله قال ولكن هاهنا أمر ينبغي التفطن له هذا قول ابن القيم هذا الأمر قد أشكل على كتر من الناس أنا أقول أنا أشرح ثم أذكر القول ابن القيم رحمه الله يعني أعقب على قول ابن القيم ولكن هاهنا أمر ينبغي التفطن له هذا الأمر الذي يريد أن يتكلم فيه ابن القيم رحمه الله أشكل على كثير من الناس وطرحوا فيه أسئلة كثيرة وهاهنا الإمام ابن القيم يجيب والسؤال الذي طرحه الكثير من المرضى قالوا لما نقرأ الأذكار ونقرأ القرآن ونقرأ الأدعية ومع ذلك لا يظهر لنا الشفاء ولا تظهر لنا النتيجة فهنا يبين ابن القيم رحمه الله ويجيب عن هذا السؤال الذي يطرحه الكثير من المرضى سبحان الله ماذا قال؟ قال ولكن هاهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء هذا قول ابن القيم رحمه الله هذا قول ابن القيم قال ولكن هاهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية يعني القرآن شافي والأذكار تشفي بإذن الله سبحانه وتعالى والأدعية تشفي بإذن الله سبحانه وتعالى لكن هذه الأذكار والقرآن الكريم والأدعية تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره قال فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يحتاج إلى الشرح وإلى التوضيح وإلى التفصيل لأنه مهم جدا بالنسبة للمريض المريض إذا فهم هذه القاعدة أو فهم هذا الكلام الذي قاله ابن القيم رحمه الله بإذن الله يصل إلى النتيجة المرجوة وهي العلاج والشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام الذي قاله ابن القيم أنا لا أظن أنه يجد أفضل لا يوجد أفضل ممن يشرح هذا الكلام أكثر من صاحبي هذا الكلام ألا وهو ابن القيم يعني هذا الكلام الذي قاله ابن القيم شرحه هو نفسه في كتاب ماتع آخر ألا وهو الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب الكلام الذي قاله في كتاب الداء والدواء شرحه في الوابر الصيب ورافع الكلم الطيب فقال ماذا قال قال فإذا حصل المؤثر وهو القرآن هذا الشرح لهذا الكلام الأول فإذا حصل المؤثر وهو القرآن المؤثر هو القرآن الكريم أو الأذكار أو الدعاء فإذا حصل المؤثر وهو القرآن والمحل القابل وهو القلب الحي المحل القابل لهذا المؤثر ألا وهو القرآن أو الأذكار أو الدعاء ووجد الشرط ووجد الشرط ووجد الشرط يعني الشرط ما هو الشرط ووجد الشرط وهو الإسغاء والشرط هو أن يصغي إلى هذا المؤثر وهو القرآن أو الأذكار أو الدعاء وانتفى المانع واشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الآثر وهو الانتفاع والتذكر هذا كلام ماضح للإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة ماذا قال؟ قال فإذا حصل المؤثر وهو القرآن أو الذكر أو الدعاء وإذا حصل المؤثر وهو القرآن المؤثر هذا الذي نعارج به ونستشفي به ألا وهو القرآن الكريم أو الأذكار أو الدعاء يجب أن يكون هناك محل قابل لهذا المؤثر المحل الذي يقبل هذا المؤثر ألا وهو القرآن والأذكار والدعاء ويقبله بخشوع ويقبله باستسلام وبإنقياد وبإخلاص هو القلب الحي أن يكون صاحب هذا الذكر أو صاحب هذا الدعاء الذي يعالج بهذا القرآن ويعالج بالقرآن الكريم وبالأذكار وبالأدعية أن يكون أولا قلبه حي أن يكون قلبه حي لا يكون قلبه ميت لأن القلب الميت ميت النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه هو مثل الحي والميت فالقلب الذي يذكر الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا الإنسان الذي يستشفي بالقرآن الكريم وبالأذكار وبالدعاء قلبه حي بماذا يكون حي؟ يكون حي بكثرة الذكر والاستغفار والتسبيع والتحميد والتكبير والتهليل والطهارة والوضو والصلاة فإذا كان قلبه حي المؤثر يستقبل ويؤثر في هذا القلب أولا يكون القلب حي ثم يجب أن يكون هناك شرط وهو الإصغاء هذا القلب الحي يجب أن يسغي لأن هناك قلوب أحياء لكن لا تسغي قد يكون منشغلا قال يسغي وينتفي المنع وهو إنشغال هذا القلب وذهوله عن معنى الخطاب أي بمعنى إنسان عنده قلب حي ويسمع القرآن لكن لا يسغي إلى هذا القرآن ولا يتدبر وينشغل عنه بتفكير آخر منذ ذلك قال تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصيتوا لعلكم ترحمون فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصيتوا لعلكم ترحمون فهذا الإنسان الذي يريد أن يعالج بالقرآن الكريم ويعالج بالأذكار وبالدعاء يجب أن يكون له قلب حي لا يكون له قلب ميت مملوء بالمعاصي والذنوب ومملوء بالمشاغل ومملوء بأمور الدنيا ولا يفكر ولا يتدبر ولا يعلم هذا الكلام ألا وهو كلام الله سبحانه وتعالى الذي يعالجه ويستشفي به أن يكون قلبه حي أيضا يكون هذا القلب ليس حيا فقط بل يسغي إلى هذا العلاج ألا وهو القرآن أو الذكر أو الدعاء وأيضا أن ينتفي المانع وهو اشتغال هذا القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر هنا يحصل تأثير العلاج بالقرآن الكريم وبالسنة المطحرة فكثير من الناس المرضى المصابين بالمس أو بالسحن أو بالعين أو بالحسد يقول أنا أقرأ القرآن ليلة النهار وأقرأ الأذكار وأقرأ الأدعية وأصلي وأفعل 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 ولا نتيجة لا تحدث لي أي نتيجة ولا تظهر لي نتيجة العلاج لما نقول له لأنك أنت صاحب قلب إما ميت والقلب الميت لا يؤثر فيه القرآن ولا تؤثر فيه الأذكار ولا يؤثر فيه شيء أو أن تصاحب قلب حي ولكن هذا القلب مشتغل عن هذا المؤثر مشتغل عن هذا العلاج مشتغل عن تدبر القرآن الكريم الذي يتعالج أو يعالج به أو يستشفي به مشتغل عن هذه الأذكار مشتغل عن هذا الأدعية أو له مانع آخر أنه مذهول عن معنى الخطاب لا يفهم أصلاً معنى ما يسمع من القرآن الكريم أو لا يفهم معنى ما يقرأ من الأذكار أو لا يفهم معنى ما يدعو به الله سبحانه وتعالى فهذه القاعدة يجب أن نضعها نسبة أعيننا لكي نمشي عليها إن شاء الله ونصل إلى النتيجة فإذا لم يكن هذه الأشياء التي ذكرتها وذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابيه جزاه الله عن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء إذا لم نمشي بهذه القواعد وبهذه الأصول تأكدوا بأن الاستشفاء بالقرآن الكريم وبالأذكار وبالأدعية لا يفيدون في شيء لأننا لم نأتي بالشروط ولم ننفي الموانع ولم نسغي ولم نتدبر ولم نفهم معنى الخطاب الذي نحن بصدد الاستشفاء به فالإنسان الذي يريد أن يعارج بالقرآن الكريم أنا أكرر الكلام لكي تفهموا إن شاء الله وتحفظوه الإنسان الذي يريد العلاج بالقرآن الكريم أو يريد العلاج بالأذكار أو يريد العلاج بالأدعية هو العلاج الحقيقي في الحقيقة للمس أي الجن والسحر والعين والحسد والوسوسة بهذه الأشياء فقط كما ذكرها ابن القيم وذكرها ابن تيمية وذكرها ابن حجر العسقلاني وذكرها الألباني وذكرها ابن عثيمين وذكرها ابن باز العلاج بماذا بالقرآن وبالأذكار وبالأدعية وأعظم هذه الأشياء الثلاثة هو ماذا هو القرآن الكريم هو القرآن الكريم العلاج بالقرآن ثم بالأذكار ثم بالأدعية أما العلاج بغيرها مثل الشب ومثل خل التفاح ومثل الحرمل ومثل الحلتيت ومثل الفيجل ومثل الملح ومثل الملح الحية ومثل تفاحة آدم ومثل ومثل هذه كلها خزعبلات هذه كلها بدع وظللات وخزعبلات تريد أن تبعد الناس عن العلاج بكتاب ربها ألا وهو القرآن الكريم وتريد أن تبعد الناس عن العلاج بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أذكار وأدعية فلا تشفي ولا تغني شيء ولا تغني شيء فالإنسان الذي يريد فعلا أن يحارب الشيطان ويصرف الشيطان ويبعد الشيطان ويزيل السحر بإذن الله سبحانه وتعالى ويزيل العين والحسد والوسواس له القرآن الكريم كلام ربنا سبحانه وتعالى وله الأذكار وله الأدعية لا غير بإذن الله سبحانه وتعالى فكلام ابن القيم ماضح إن شاء الله ووضحته إن شاء الله بإذن الله وهذا ما أكده الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بذل الماعون في فضل الطاعون قال إنما يحصل النفع بهذه الآيات والكلمات الآية القرآنية والأذكار والدعاء المقصود به إنما يحصل النفع بهذه الآيات والكلمات لمن صفى قلبه من الكدر وأخلص في التوبة وندم على ما فرط فيه وفرط منه وإلا فإذا غلبت أسباب الداء على أسباب الدواء ربما بطل نفع الأدوية فيجب أن نغلب أسباب الدواء على أسباب الداء وليس العكس للأسف الشديد نحن وكثير من المرضى يغلبون أسباب الداء على الدواء لذلك لا يتم الشفاء ولا يتم العلاج فلذلك الذي يريد أن يعالج ويريد أن يشفى بإذن الله سبحانه وتعالى وأن يصل إلى نتيجة يغلب أسباب الدواء على أسباب الداء على أسباب الداء قلنا أسباب الدواء على أسباب الداء من بين أسباب الدواء هو أن يكون القلب حي أولاً هذا القلب حي مملوء بالذكر مملوء بذكر الله سبحانه وتعالى متصل بالله سبحانه وتعالى يعبد الله سبحانه وتعالى كأن الله يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه فهذا ساحب القلب الحي الغير منشقل الغير مذهول عن معنى الخطاب الذي يسغي للقرآن الكريم والذكر والدعاء هو الذي بإذن الله سبحانه وتعالى يؤثر فيه الدواء ويشفى بإذن الله سبحانه وتعالى يتبين لنا من كلام الإمامين ابن القيم وابن حجر رحمهم الله رحمة واسعة أن التحصنات بالقرآن والأذكار والأدعية لا يكون لها أثراً إلا إذا توفرت فيها شروط وانتفت معها موانع أي بمعنى الحصن أو التحصن بالقرآن الكريم أو الذكر أو الدعاء هو في نفسه مؤثر كما قلت لكم يشترط لتأثير المحل القابل وهو القلب الحي وليس قلب ميت مقتول بالمعاصي صاحبه مغمور في المهالك لا صلاة ولا استغفار ولا طاعة ولا أذكار ولا عبادة فهذا قلبه ميت غير قابل لتأثير القرآن أو الذكر أو الدعاء فيه ويجب أيضاً أن يتوفر في هذا القلب الحي الإصغاء لهذا المؤثر ألا وهو القرآن أو الذكر أو الدعاء وأيضاً يجب أن ينتفي المانع وهو اشتغال هذا القلب وانصرافه على شيء يمنعه من تدبر معنى الخطاب فإذا توفر هذا بإذن الله سبحانه وتعالى أصبح لهذا الحصن الذي نتحصن به أثر ونفع بإذن الله سبحانه وتعالى المهم هذه القاعدة يجب أن تبقى وتكون دائماً بين نصبي أعينكم في أي استشفاء أو بأي علاج بالقرآن الكريم أو الذكر أو الدعاء إن شاء الله تكونوا فهمتم هذا المدخل إن شاء الله لكي نمشي بإذن الله ونبدأ بإذن الله اليوم نتكلم عن تحسين البيت لأن الكثير من الناس يسألون ويبحثون عن تحسين البيت ويسألون بعض المعالجين أو بعض الرقاط الذين للأسف الشديد يوجهون المرضى إلى الطرق الغير شرعية في العلاج يوجهونهم إلى الملح وإلى الحلتيت وإلى الشب وإلى الخل وإلى فيجل وإلى كذا فما يزيدونهم إلا مرضاً وتعباً ونصباً لكن تحسين البيت كما قلت لكم لا يكون إلا بالذكر الحكيم ألا وهو القرآن الكريم أو بالأذكار والأوراد التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بالأدعية فأول ما نبدأ به في تحسين البيت أو ما يبدأ به المسلم في تحسين بيته اسمعوني جيداً أول ما يبدأ به المسلم في تحسين بيته إذا دخل إلى بيته أن يذكر الله سبحانه وتعالى إذا دخل إلى بيته أن يذكر الله سبحانه وتعالى وهذا الكلام الذي نقوله إن شاء الله من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأدلة الصحيحة ولما أنه من عند النبي فهو وحي من السماء فهو وحي من السماء وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لماذا الذكر؟ لأن الشيطان اللعين إذا دخل معك إلى البيت يا بيت الشيطان ماذا يفعل إذا دخل معك إلى البيت يا بيت ويغضب الزوجة على زوجته ويأكل معه ويشرب ويسرق وقد يحرق البيت وقد يسحر أهل البيت إن كان هذا الشيطان ساحرا فأول تحسين للبيت هو في عدم سماحه للدخول إلى البيت في عدم سماح هذا الشيطان اللعين أن يدخل إلى بيتك بماذا يكون هذا؟ بماذا يكون هذا؟ يكون بما جاء في السنة المطهرة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه ماذا قال؟ قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء هذا حديث صحيح روه الإمام مسلم فالرجل إذا جاء إلى بيته فذكر الله سبحانه وتعالى الشيطان الذي يريد أن يدخل خلفه ومعه لا أعرف هل عشرات أم مئات أم ألف الشيطان يريدون أن يدخل خلفه هذا الرجل الذي يريد أن يدخل إلى بيته إذا سمع الرجل ذكر الله سبحانه وتعالى أثناء دخوله إلى البيت ماذا يقول لهم هذا الشيطان اللعين يقول لجماعته لا مبيت لكم ولا عشاء اليوم لا مبيت لكم ولا عشاء إذا ذكر هذا الرجل عند دخوله إلى البيت وعند طعامه أي بمعنى الشيطان اللعين لا يبيت ولا يتعش أما إذا دخل هذا الرجل إلى بيته ولم يذكر الله سبحانه وتعالى عند دخوله ماذا يقول الشيطان؟ يقول لجماعتي أدركتم المبيت فيدخلون معه وإذا لم يذكر هذا الرجل الذي دخل إلى بيته عند طعامه ماذا يقول لهم هذا الشيطان؟ يقول لهم أدركتم المبيت والعشاء يقول لهم مبروك عليكم أدركتم اليوم المبيت والعشاء في هذا البيت الذي لم يذكر فيه صاحبه لما دخل إلى البيت وهذا حديث روه مسلم فأنت ماذا تتوقع أن يدخل معك اللذي الأعداء ألوه الشيطان الرجيم ويدخل معك أكبر عدو بل أعظم عدو على الإطلاق وهو الشيطان يدخل معك إلى بيتك هيبيت ويأكل من طعامك وينظر إلى عورات أهلك ويفعل الأفاعيل في بيتك هذا بمجرد أنك نسيت ذكر الله سبحانه وتعالى أو أنك لم تذكر الله سبحانه وتعالى أثناء الدخول ونسيت أيضا أن تذكر الله سبحانه وتعالى أثناء الطعام فيدخل هذا الشيطان اللعين مع جماعة لا نعرف عددهم بل يعرف عددهم الله سبحانه وتعالى هل لهم عشرات مئات آلاف علمها عند الله لأن الشيطان هذا يقول لجماعتي لا مبيت لكم ويقول لهم ولا عشاء لكم إذا ذكر هذا الرجل قبل الدخول فإن لم يذكر الله سبحانه وتعالى يقول لهم قد أدركتم المبيت وقد أدركتم العشاء أي بمعنى اليوم نحن في فندق بدون مقابل أكل وشرب وغناء ومحرمات وقد يزنون تدخل جنية مع الجني ويزنون في ذلك البيت ويفعلون الأفعيل في ذلك البيت وأنتم تصوروا أن البيت مملوء بالشياطين فكيف يكون حاله لأن الشيطان اللعين أينما وجده تجد الملك غير موجود المكان الذي يوجد فيه الملك لا يوجد فيه الشيطان والمكان الذي يوجد فيه الشيطان لا يوجد فيه الملائكة أي بمعنى هذا البيت بمجرد أن صاحب البيت لم يذكر الله سبحانه وتعالى عند دخوله إلى البيت ولم يذكر الله سبحانه وتعالى عند طعامه تسلطت على هذا البيت الشياطين الشياطين لا نعرف عددهم قد يكون عشرات وقد يكون مئات وقد يكون ألوف يا سبحان الله سبحان الله فتصوروا كيف يكون الحال في هذا البيت وتصوروا كيف يكون أهل البيت مع هذه المجموعة من الشياطين مع هذه المجموعة من شياطين الجن مع أن كما قلت لكم الشيطان يسرق وقد يحرق البيت وقد يسحر أهل البيت ويتمتع بعورات أهل البيت ويفعل الأفعيل ويفعل الأفعيل لكن ما هو هذا الذكر الذي يقال قبل الدخول إلى البيت الذكر الذي يقال أثناء الدخول إلى البيت قد بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم حيث قال لأنس ابن مالك رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك الحديث رواه الترمذي وصحه الألباني في صحيح الترمذي فالإنسان إذا جاء إلى بيته فليسلم على أهل بيته فهذا الذكر ألا وهو التسليم على أهل بيته يمنع الشياطين من الدخول ويمنعهم من المكوث في البيت فإذا سلم على الطعام أو بسمل على الطعام وسمى الله سبحانه وتعالى أثناء الطعام يمنع الشيطان من المكوث في البيت ويمنعه أيضا من أكل الطعام معه بهذا الذكر العظيم الذي لا نعرف قيمته ولا نعرف مدى نسأل الله العفو العافية والسلامة في هذه الحالة كما قلت لكم إذا جئنا بهذا الذكر بقلب حي وهذا القلب قد أسغى إلى هذا الذكر وقاله دون أن يكون منشغل ومذهول عن هذا الذكر هذا الذكر يؤثر أما إذا قاله هكذا تقليدا وعادات ولا يعرف قيمته بل قاله من لسانه فقط دون أن يتدبر في هذا الذكر فهذا الذكر لا يؤثر فهذا الذكر لا يؤثر على الشياطين أو يأتي شخص يدخن وهو في فمه سجارة ويدخل إلى بيت أهلي ويقول هذا الذكر فهذا الذكر لا يأتي مع هذه الحالة فلا يكون له تأثير فلا يكون له تأثير فذلك لا يدفع الشيطان بل الذكر يأتي من رجل صاحب قلب حي ممتلئ بذكر الله سبحانه وتعالى ممتلئ بنور التسبيح ممتلئ بالإخلاص لله سبحانه وتعالى ويسغي إلى هذا الذكر ويتدبر هذا الذكر ويعرف معناه ويعرف مدلولات هذا الذكر فهنا يؤثر على الشياطين فلا يتركهم يدخلون إلى البيت بإذن الله سبحانه وتعالى هذه حالة فهذا يحصن البيت فالإنسان إذا دخل على أهله أهله فليسلم فإذا سلم يحصن بيته من المبيت من المبيت للشياطين ومن العشاء أيضا لكن إذا قدر الله ونسي هذا الذكر عند الدخول ودخل معه الشيطان اللعين ودخل معه الشيطان اللعين فالرجل دخل على أهل بيته ولم يأتي بهذا الذكر فيكون الشيطان قد دخل معه وقد ينسيه الشيطان لأن الشيطان ينسي فانظروا ماذا يفعل وبماذا يتسبب هذا الشيطان أكيد كما ذكرنا في الحديث المبيت يعني يبيت معك الشيطان في بيت واحد أكبر وأخطر عدو معك في البيت ماذا تنتظر منه أن يفعل ماذا تنتظر من هذا العدو إذا دخل معك أن يفعل أكيد يأكل من طعامك ويشرب من شرابك فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالذكر أثناء الطعام أمرنا أيضا بالذكر أثناء الطعام نحن نذكر إذا دخلنا إلى البيت لكي لا يدخل الشيطان وأيضا نذكر أثناء الطعام لكي لا يأكل معنا هذا الشيطان ويختلس منا الطعام قلت قلت ترمضي حديث حسن الصحيح وصحب بن حبان والحاكم والذهبي والألبن رحمهم الله فالإنسان إذا ذكر على طعامه يمنع الشيطان اللعين من أن يأكل معه من أن يأكل معه الطعام وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتضي الوجوب لأنه لا يوجد صارف عن الوجوب كما قال الشيخ بن عثيمين وأيضا ماذا يفعل إن دخل معك قلنا إذا دخل معك يبيت إذا لم تذكر وإذا لم تذكر على الطعام يأكل من طعامك وأيضا قد يسرق وقد يحرق بيتك وأيضا قد يسحرك لأن هناك سحرة من الشياطين ويفعل الأفاعيل ويغضبك على أهلك أيضا قلنا يفعل من بين هذه الأفعال أنه يغضبك على أهلك ويسبب لك المشاكل التي قد تصل إلى الطلاب وقد بيّن لنا ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحذرنا منه عن أبي أمام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم انظروا ماذا يفعل الشيطان إذا دخل إلى البيت بسبب عدم الذكر بسبب عدم الذكر إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه فيلقي عليه العودة أو الحجر فيلقي عليه العودة أو الحجر لا أعرف هل تسمعونني أم لا أنا لا أعرف هل تسمعونني أم لا إن شاء الله تكونوا تسمعونني أنتم تسمعونني أم لا يعني يأتيكم الصوت أم لا يأتيكم الصوت تمنى أن يرد علي أحدكم هل يأتيكم الصوت أم لا يصلكم الصوت أم لا يصلكم الصوت ولا أحد يرد سبحان الله تسمعونني أم لا يصلكم صوتي أم لا يصلكم ردوا علي سبحان الله لا حول الله ولا أموت إلا بالله أتمنى أن يرد علي أحدكم ماذا يفعل هذا الشيطان اللعين يغضب الرجل على أهله وقد يتسبب هذا في طلاق الزوجة عن أبي أمام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان إن الشيطان يأتي إلى فراج أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه فيلقي عليه العودة أو الحجرة أو الشيء ليغضبه على أهله فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله لأنه من عمل الشيطان الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني رحمه الله في صحي الأدب المفرد أي بمعنى الشيطان من أعماله إذا دخل إلى بيت الإنسان وبقي فيه أنه بعدما الزوجة تفرش فراش الزوجها يأتي بعود أو يأتي بحجر أو يأتي بأي شيء يرميه في ذلك الفراش لكي يغضب الزوج على زوجته لكي يغضب الزوج على زوجته ثم يوصلهم إلى التنافر وإلى الشجار وممكن إلى الطلاق وهذا بسبب عدم الذكر عندما دخل ذلك الرجل إلى بيته لو جاء بالذكر لما دخل الشيطان معه وفعل هذا الفعل بإذن الله سبحانه وتعالى وأيضا يتسبب الشيطان اللعين في حرق البيت وقد جاء هذا مبينا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال جاءت فأرة جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فذهبت الجارية تجرها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعيها فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخمرة ألقتها على الخمرة التي كان عليها قاعدا فأحرقت منها مثل موضع الدرهم فقال رسول الله هنا الشهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نمتم فأطفئوا سراجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم هذا بسبب الشيطان عدو الله الشيطان يستعمل مثل الفأر ومثل الزواحف ويستعمل حيوانات ليؤذي بها بني آدم ويؤذي بها الإنسان ففي هذه الحالة استعمل هذه الفأر ودلها على النار فكادت أن تحرق البيت فلذلك أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نمتم فأطفئوا سراجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه يعني الفأر على هذا على النار فيحرقكم الحديث أخرجه أبو دود وابن حبان والحاكم وصحو الألباني على شرط مسلم فهذا بسبب سبحان الله عدم الذكر الذي جعل الشيطان يدخل يبيت ويأكل الطعام ويغضب الزوجة على زوجته وأيضا كاد أن يحرق البيت وأيضا الشيطان يسرق كما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي بن كعب لما كان يحرصان بيت مال المسلمين وأراد الشيطان أن يسرق فأمسك به أبي هريرة رضي الله عنه ثم رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذاك شيطان فذاك شيطان فالشيطان يسرق قد يدخل إلى البيت ويسرق لكي يحدث البلبلة بين أفراد العائلة العائلة وهذا قد يكون يتسبب في التفريق بين الزوجين لأن هذا الذي يحبه إبليس العين وأيضا قد يسحر قد يسحر أهل البيت هذا الشيطان لأنه منهم سحرة كسحرة ابن آدم كما جاء عن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن ابن عمر قال ذكرة الغيلان عند عمر رحمه الله فقال إنه ليس شيء يستطيع أن يتغير عن خلق الله الذي خلقه ولكن لهم سحرة كسحرتكم فإذا رأيتم من ذلك شيئا فأذنوا رواه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ وقال الحافظ في الفتح إسناده صحيح فعمر ابن الخطاب رضي الله عنه يبين لنا بأن هناك سحرة من الجن كما سحرة للإنس فقد يدخل بسبب عدم ذلك الذكر شيطان ساحر قد يدخل لنا إلى البيت شيطان ساحر ويقوم بسحر أفراد العائلة ويصابون بسحر الجن دون أن يدروا ودون أن يعلموا فذلك الذكر سبحان الله يمنع ذلك الشيطان اللعين من الدخول إلى البيت لكي لا يفعل هذه الأفعيل قال الحافظ ابن كثير في كتابه الأحكام الكبير والغول يعني الغول الذي ذكره الغلان إذا ذكرت الغلان الذي ذكره عمر رضي الله عنه قال والغول هو الجان المتبد بالليل يعني الجن الذي يظهر في الليل فلهذه الأمور التي ذكرتها أنه يأكل من طعامك ويسرق ويتسبب بحرق البيوت ويسحر ويغضب الزوج على أهله وأمور أخرى يجب على المسلم أن يطرد الشيطان من بيته ويزيل منه أو يزيل من البيت كل ما يساعده على البقاء وهناك أمور كثيرة تساعد الشيطان اللعين على البقاء في البيت يجب على المسلم أن يزيلها من بيته لكي يحصن بيته من هذا الشيطان اللعين فتحسين البيت ليس هكذا بهذه الأمور السهلة التي يذكرها بعض الجهلة من المعالجين يقول لك استعمل حرمل وبخر بالحلتيت وبخر بالفيجل وبخر بالملح وحاول أن تغسل البلاطة بالملح وهكذا ما هذه الأمور لا تدفع الشياطين بالأكس تحبها الشياطين حبا جمع نحن نذكر بالألاف الأحاديث أو المئات الأحاديث أو العشرات الأحاديث التي تحسن البيت من الشيطان سبحان الله وهذه الأذكار والأحاديث والأدعية التي أذكرها إذا لم تأتي من قلب حي ولم تتوفر الشروط ولم تنتفي الموانع هذه الأذكار التي نزلت عن طريق الوحي لا يكون لها تأثير في دفع الشياطين حتى سبحان الله أذكار وأحاديث وأدعية بل حتى آيات قرآنية إذا لم تأتي من قلب حي وتتوفر هناك شروط وتنتفي موانع لا يكون لها تأثير فلا تؤثر على هذا الشيطان ولا تطرده من البيت فما بالكم بالخل أو بالحرمل أو بالحلتيت أو بالفيجل أو بالملح أو بكي هذا بهتان هذا بهتان وهذا ضياء وهذا ضياء للمرضى المساكين هذا ضياء للمرضى المساكين أنهم يوجهون إلى الأشياء التي يحبها الشيطان اللعين وتزيدهم تسلطا تزيد الشياطين تسلطا على هذا المريض فالتوجيه الحقيقي هو الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم التوجيه الحقيقي هو الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بين هذه الأمور التي تدفع الشيطان وتطرده من البيت ولا تساعده على المكوث والبقاء في البيت آلات الطرب والغناء يجب علينا أن نتخلص من آلات الطرب والغناء عن شابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال في حديث طويل ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان ورنة شيطان أخرجه الترمذي والحاكم والبيق وصعه الألبان ورنة شيطان الشاهد من الحديث رنة الشيطان والغناء مزمار الشيطان كما قال ذلك أبي بكر رضي الله عنه وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاتجع على الفراش وحول وجهه فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا رواه البخاري ومسلم فلما أبي بكر رضي الله عنه سمى ذلك الغناء بمزمار الشيطان لم يعقب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أقره وسكت عليه الصلاة والسلام فهذا دل على أن فعلا الغناء مزمار الشيطان وعن أبي هرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجرس مزامير الشيطان رواه مسلم ومن بين هذه الأمور أيضا الصور والتمثير والكلاب لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تمثير أو تصاوير وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه كلم أو صورة إذن التمثير والصور والكلاب تمنع دخول الملائكة إلى البيت والتصوير ليست المعلقة فقط بل عموم التصوير لأن الألف واللام للجنس والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق ولم يقيد يعني لم يقيد لم يقل الصور المعلقة إلا صور السجلات مثل جواز سفر أو بطاقة الهوية تلك تدخل في الضروريات ضرورة إذن المكان الذي ينفر منه الملائكة أكيد تحبه الشياطين فأينما وجد الملك لا يوجد الشيطان فالصور والتمثير والكلاب تجذب الشياطين إلى البيت والتحسن والتحسن الحقيقي للبيوت من الشيطان اللعين هو تلوة القرآن والصلاة والأذكار هو تلوة القرآن والصلاة والأذكار وأولها قراءة سورة البقرة في البيت أولها قراءة سورة البقرة في البيت فعن أبي هرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعل بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة هذا حديث روهم مسلم حديث واضح بأن سورة البقرة تجعل الشيطان ينفر من البيت بإذن الله سبحانه وتعالى والحديث واضح وعن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة رواه الحاكم وهو في الصحيحة أيضا فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخل الشيطان بإذن الله وعن أبي هرير رضي الله عنه أنه كان يقول هذا أبي هرير رضي الله عنه كان يقول إن البيت ليتسع على أهله وتحذره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن هذا ابن أبي هرير يقول البيت الذي يقرأ فيه القرآن تهجره الشياطين وتحذره الملائكة ويكثر فيه الخير وإن البيت لا يذيق على أهله وتهجره الملائكة وتحذره الشياطين ويقل خيره ألا يقرأ فيه القرآن هذا كلامه واضح رضي الله عنه وعرضاه فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر فيه الخير والبركة وتهجره الشياطين ويكثر فيه الملائكة عليهم الصلاة والسلام أما البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يكثر فيه الشياطين وتكثر فيه الظلم ويصبح مثل المقبرة ولا يحذره الملائكة عليهم الصلاة والسلام قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات فأهل الإخلاص والإيمان لا سلطان له عليهم ولهذا يهربون من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ويهربون من قراءة آية الكرسي وآخر سورة البقرة وغير ذلك فهذا قول ابن تيمية في كتابه النبوات بأن الشيطان اللعين ينفر من أهل الإخلاص والإيمان ولا سلطان له عليهم ويهرب من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وآية الكرسي وأواخر سورة البقرة آية الكرسي كما في حديث أبي هريرة وأبي بن كعب رضي الله عنهم لما جاء الشيطان لكي يسرق التمر فأمسك به أبي هريرة قال لو أعلمك كلمات فلما علمه علمه آية الكرسي أواخر سورة البقرة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفين عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار اسمعوا جيدا أواخر سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاثة ليال فيقربها الشيطان هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رقات يا معالجين اتقوا الله اتقوا الله سبحانه وتعالى في المرضى خافوا الله سبحانه وتعالى في المرضى اتقوا الله سبحانه وتعالى في كلامه اتقوا الله سبحانه وتعالى في سنة نبيه اتقوا الله سبحانه وتعالى في بما تعالجون به سبحان الله تعالجون المرضى بأشياء تزيدهم مرضا وتزيدهم نصبا وتعبا وعناء وشقاء وتتركون هذه النصوص الشرعية التي جاءت عن طريق الوحي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا حديث سبحان الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهم سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاثة ليال فيقربها الشيطان هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أردت أن تدفع الشيطان وتحصن بيتك من الشيطان لمدة ثلاثة أيام اقرأ أواخر سورة البقرة إذا أردت أن تطرد الشيطان من بيتك اقرأ سورة البقرة إذا أردت أن تطرد الشيطان من بيتك أذن في البيت إذا أردت أن تطرد الشيطان من بيتك اقرأ آية الكرسي إذا أردت أن تطرد الشيطان من بيتك اقرأ المعوذتين نترك هذه النصو الشرعية التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة المطهرة وجاءت عن طريق الوحي ونذهب بالناس إلى المرض نذهب بهم إلى الهمش نذهب بهم إلى ما يفعله وما يحبه وما يستعمله السحرة الكفر الفجر المجرمين من حلتيت وحرمن وملح وشب وما خل التفاح ومن الحنة ومن هذه الشعوذة هذه كلها شعوذة سبحان الله هذه كلها شعوذة هذه الأشياء لا تطرد الشيطان أبداً لا تطرد الشيطان أنا أقول لكم أيها المرضى أنا أنصحكم لوجه الله أنا أنصحكم لوجه الله من أراد أن يحصن بيته من الشياطين ومن العين ومن الحسد فعليه بالكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى عليه بالقرآن الكريم عليه أن يكثر من قراءة القرآن في بيته هذا قول من؟ قول أبي هريرة ماذا قال أبي هريرة؟ أعيد لكم كلامه عن أبي هرير رضي الله عنه أنه كان يقول ماذا كان يقول أبي هرير كان يقول إن البيت ليتسع على أهله وتحذره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره ماذا أن يقرأ فيه القرآن وإن البيت ليديق على أهله وتحذره الملائكة وتحذره الشياطين ويقل خيره ألا يقرأ فيه القرآن كلام ماذا لأبي هرير رضي الله عنه وأرضاه وقاله أيضا ووضحه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال فأهل الإخلاص والإيمان لا سلطان له عليهم أي الشيطان ولهذا يهربون هذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية ولهذا يهربون من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ويهربون من قراءة آية الكرسي وآخر سورة البقرة وغير ذلك هذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية نحن نترك أقوال الصحابة ونترك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته الآن إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام أنزل منه آيتين خاتم بهم سورة البقرة ولا يقرأان في دار ثلاثة ليال فيقرأ أبوها الشيطان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم نترك قول النبي صلى الله عليه وسلم ونترك قول أبي هريرة ونترك قول شيخ الإسلام ابن تيمية ونترك قول ابن القيم ونترك قول العلماء المعاصرين السلفيين الأموات رحمهم الله والأحياء حفظهم الله ونذهب إلى من؟ إلى المعارجين الذين يجتهدون ويجربون وفي كل واد يهمون فيأتون بالخزعبلات ويأتون بالبدع ويأتون بالضللات ويقولون هذا اجتهاد من عندنا ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث العام الذي يستدلون به مع أنهم لا يعملون به ماذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هم في الحقيقة يستدلوا بحق أريد به باطن ماذا يقولون؟ يقولون لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا نعم الحديث صحيح لكن نذهب إليه كما ذهب إليه العلماء العلماء قالوا الإنسان إذا اجتهد أو جاءنا بتجربة أو جاءنا باجتهاد في الرقى لكي تقبل هذه الرقى ويقبل منه هذا الاجتهاد وتقبل منه هذه التجربة وتصحح يجب عليه أن يعرضها على العلماء يجب أن يعرضها على العلماء لكي يصححونها ويقبلونها وليس كل من هب ودب يأتين بتجربة ويأتين باجتهاد ويبثه بين الناس ويضيع به المرضى ويزيد الشياطين تسلطا على المرضى نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويبيل ويبصرنا بعيوبنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وهو القادر على ذلك سبحانه وتعالى وبرك الله فيكم وحفظكم الله ورعاكم وزادكم حرصا إن شاء الله فمن له أو عنده سؤال أو استفسار فليتفضل مشكور هذا راسيمو أبدو راسيمو أبدو يقول المرح يمتز كل طاقة سلبية التي يتقوى بها الشيطان من سحر أو عين أو حسد وحتى السحر فهو طاقة سلبية يتقوى منها الشيطان وهذا مثبت علميا مثبت علميا سبحان الله لم يثبت عن طريق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجاءنا عن طريق العلم الذي تذهبون إليه علم الصين وعلم الهند وعلم اليونان وعلم بوذا نسأل الله السلام والعفو والعافية هذه العلاج بالطاقة العلاج بالطاقة لم يكن معروفا إلا مؤخرا فقط وهو أصلا من أين هو طب سيني يوناني هندي بوذي وليس طب إسلامي لكن نحن جئنا به وألبسناه الثوب الإسلامي وأدخلناه في باب العلاج لكي نبعد الناس عن العلاج الحقيقي لكي نبعد الناس عن العلاج بالقرآن والعلاج بالأذكار والعلاج بالأدعية والعلاج بالصلاة والعلاج بالتقوى وبالطاعة الله سبحانه وتعالى نذهب إليهم إلى فن اليوغا ونذهب إليهم إلى هذه ما تسمى بالطاقة أو ما تسمى باللمسة الاستشفائية لا هذا غير صحيح غير صحيح وما يدرك بأن الملح يمتص السحر ويمتص الحسد ويمتص الجن ألم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بهذا؟ هل نسي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل غاب عنه هذا العلم حتى نأتي الآن في آخر الزمان ونستدرك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونأتي بأشياء لم يأتي بها الأوائل؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم نسي هذا؟ أم أنه لم يكن الملح موجود في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان موجود في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يدلن النبي صلى الله عليه وسلم على الملح لم يقل بأن السحر فيه طاقة إيجابية والسحر طاقة سلبية فنقدم له الإيجابة فيزال السلبي لم يقل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وحشاء أن يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى الوحي وجهنا إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي إذا أنزل على سماء قسمها وعلى أرض قطعها كما قال ابن القيم رحمه الله قال تعال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع المتصدع من خشية الله نترك العلاج والاستشفاء بكلام ربنا ونذهب إلى الملح ونذهب إلى الاستشفاء بأمور جاءتنا من عند اليونان أو من عند الصين أو من عند الهند ألا تخشونا الله ألا تخافونا الله سبحانه وتعالى في كلام الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ألا تخشونا الله سبحانه وتعالى في علاجكم بهذه الأشياء للمرضى ما تزيدهم والله إلا مرضا وتعبا وعناء وشقاء وتزيد الشياطين تسلطا عليهم فخافوا الله سبحانه وتعالى في الناس خافوا الله سبحانه وتعالى في الناس واتقوا الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولا توجه الناس إلى العلاج بما لا يشفي قد جرب الناس هذه الأشياء ولم تشفيهم قد جرب الناس هذه الأشياء ولم تشفيهم ولم تغنهم من الأمر شيئا بس الله السلام والعفو والعافية لا حول ولا قوة إلا بالله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من عنده سؤال يتفضل مشكور من عنده سؤال يتفضل مشكور ان شاء الله في البث القادم إذا كنا من الأحياء نذكر لكم التحسنات الشرعية للإنسان كيف يحسن نفسه من السحر ومن الحسد والعين ومن الشيطان وكيف يحسن أبناءه أيضا من العين ومن الحسد ومن السحر بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا هو الحسن الحسن للبيوت من كلام ربنا والسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فلا نترك التحسن بالقرآن والتحسن بالأذكار والتحسن بالدعاء إلى التحسن بالأشياء المبتدعة وإلى الأشياء التي جاءت عن طريق الخزعبلات والاجتهادات الضائعة من ملح وشب وخل وحرمل وفيجل وحلتيت هذه لا تغني شيء عن التحسن هذه لا تحسن للبيت ولا تحسن للمريض ولا تحسن لمن العين ولا من الحسد ولا من السحر ولا من الجن بل الذي يحسن من الشياطين والعين والحسد والسحر هي الأشياء التي جاءت عن طريق الكتاب والسنة المطهرة لا غير بإذن الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خيرا وحفظكم ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفلته